موضوع صبحي وعواد عواد الفترة فاتت كان زعلان شوية علشان ما كانش بيتم الاعتماد عليه في امورات وبعد كده بقى في تفاهم والدنيا بقت كويسة جدا الفترة اللي فاتت وهو مرحب بالتمديد عقده والنادي الزمالك فالمفروض ان خلال الاية من جاية يبقى فيه جلسة بينه وبين مسؤول النادي الزمالك لتمديد عقده محمد صبحي نفس الشيء بس محمد صبحي دلوقتي فيه وكلاء لعيبة تواصله معاه او البعض لعروض لقندية تاني يعني عندك فيه حد اتكلم معايا وجس نبضه على موضوع النادي الاهلي مين صبحي مين الحد يعني بقولك وكيل لعيبة وعطاك المعروف وبرمز يعني برمز دلوقتي برضو عايز محمد صبحي لكن اولويته لنادي الزمالك المفاجأة بقى هنا ايه تدخل الاستاذ ممضوع عباس بالتعاون مع كابتن حسين لبيب ابتدى ان هو يحسن كل الملفات الخاصة بتنديد عقود اللعيبة القوام الاساسي فمن ضمنهم عواد وصبحي ان مفيش اي بديل لا بخلاف شيكبالا طبعا شيكبالا بقى ده جزئتين شيكبالا كان فيه جلسة خلال من اللي فاتت وكان فيه جلسة بين بعض الناس عن طريق استاذ ممضوع عباس وحصل قاعدة والقاعدة كانت سيزايد في كتوبر وعلشان التمديد كانت ساعة كان بقى بالمر كان بليه لا انا كان بليه حوالي ساعة 8 أو 9 كان الموضوع كله ان هو يمكن يمدد عقده ويتم تمديد عقده سنتين مجلس الادارة كان بيكترح سنة واحدة بس واغلبية العقد اللي هتحمل تكلفته الاستاذ ممضوع عباس ويتقال سنة ولو انت عايز تعتزل أو يبقى ليك منصف في الرياضة أو في الكورة في نادي الزمالك مرحب به لانهم يعني شيكبالا عندهم عندهم هو حاجة أكساسية فشيكبالا الآمنة جاية هنشوف تجديد عقد اللي عمين لكن في بعض اللي هو ما تمش الاستقرار على تمديد عقده يعني أوباما لغاية دلوقتي استقروا ويمددوا عقده لكن الآمنة اللي فاتت دي فيه تراجع شوية عشان الكسافة العددية في المركز ده بالضبط لكن جوميز قال تمام انا شايف انه هو كويس وانه هو لعب هو هيفيده كمان في الايام اللي جاية تقرير هيتقدم من جوميز بالصفقات الجديدة لانه هو ما حضرش الصفقات كلها اللي جدت تقيمه ايه للصفقات اللي جدت لغاية دلوقتي قالك انا مش هقدر اقيمه انهما مخدوش معايا المباريات الكفاية الرسمية هو ابتدى انه هو يشغلهم في المباريات الودية وكمان مع الناشئين 2005 و2003 عشان يقدر يطلع لعيبة كويسة من 2005 و2003 ويبتدي صعد في يوم الفترة الجاية فقالك التقرير هيتم وضعه خلال الفترة المجبلة علشان هيشوف ايه المراكز اللي هو محتاج فيها لعيبة ويتم التعاقد معاها في شهر في الانتقاط الصيفية ده بقى دخل موضوع حاجتين رمضان صبحي ومصطفى فتح اه ايه بقى جميلز مرحب جدا جدا بانضمام مصطفى فتحدي شافت مصطفى اه شافه فيه ويتابعه في فيديوات تقدمت له وكان موجود في الفترة كان موجود فيها مصطفى بتعاوه والفترة دي كمان هو شافه وبيتابعه ماشي واكد انه هو عايزه ومصطفى كمان بسبب تراجع المستوى في بيراميدز قال انه هو ممكن للمقاربين منه هو ممكن يتنازل عن كل مستحقاته النادي بيراميدز عشان يروح الزمالك اه وبالفعل حصل مكالمة هاتفية بين كابتن حسين لبيب وبين مصطفى فتحي ورحم نفس الشيء حصل مع رمضان صبحي بس رمضان صبحي بصي لما كابتن حسين لبيب بيدخل في الموضوع خلاص بيتم بيخلص اه بصراحة ويا ريت انا باتكلم في ايه انه فعلا في حاجات كتير جدا اعضاء مجلس اضاية نادي الزمالك بالكامل مفهود يتعلمهم كابتن حسين لبيب بجد انه هو يقدر يتعامل يقدر حتى في تصراحاته بتكلم بأسلوب معين اللي هو ما يتمسكش عليك غلطة لكن انت بتشوف بالضبط انت بتشوف الباقي ممكن الاعلام ياخدك في سكة تانية خلاص انت كده بقترند بكلمة انتولت وده اللي احنا مش عايزونه في الزمالك طيب رمضان بسرعة رمضان صبحي بعد ما قفل خلاص موضوع نادي الاهلي وشاف ان هو ما فيش اي امل ان هو يرجع نادي الاهلي وكيله بيحاول خلال الايام اللي جاية ان هو يشوف له عرض من الدور السعودي ورمضان صبحي حصل برضو مكالمة بينه بن جابتن حسين لبيب ورحب بالانتقال لنادي الزمالك لكن هو هيفاضل بين العرضين تمام